طبعاً تقلي لشامب أوكي ولاش هدول ما عميكتب أوكي ما بدي تقلي لشامب وتقلي لأ شو بدي أنا بدي تعرف شازا إن الشامب هي غرفة النوم وبدي تعرف إنه بس لا تقولش سكوش وبس لا تقول للي سكوش يعني يا نام وللي يعني السرير بس ماشي طيب بدي شازا تعرف ومحمد إنه لسال أمانجي يعني غرفة الطعام طبعاً كلمة ليروبا يعني الوجبات وأمي للتابل يعني منحط أو منسوي الطاولة طيب لسالون طبعاً هول ما بدي كنت تحفظون نفهموه نفهم طبعاً ريجارد لاتيفي رسوالي زنفيته شيني رسوالي زنفيته يعني نستقبل الزوار أوكي لكويزين المطبخ في لكويزين يعني منطبخ وفي لفسل احفظوا كلمة فيسل هون نطبخ يلي هي كويزين في لكويزين نطبخ وي الفسل جلي أما بقى الكويزين هي المطبخ بحد ذاته واضح شاذا محمد ولا في شي مش واضح نعم ياش نعم ياش طبعاً أوكي شوفوا كاملوا معي شوي رح تلاقوا كمان من بعدين فتنة على واحدة جديدة يلي هي شو لسال دوبا طيب انتي شو بتعملي بالسال دوبا طبعاً نستحمم يعني سدوش وبروس لدان يلي هنه نفرش سنان طبعاً بننتقل على الكولوار يلي هو الكوريدور بالبيت عنا نمشي من غرفة لغرفة هلأ كلمة وكلمة بتعني غرفة أي غرفة يمكنني سميها وسميها شام أي غرفة بس تحديداً غرفة النوم اسمها شام أوكي وآخر الشي طبعاً على الجاراج نمشي تحفظوا بس تفهموا شازة عملنا هيدا الإكزرسيز الأكتيفيتين محمد هيدا الباش آه تمام وهيدا لا هيدا قلتلكم للمرة الجاية طبعاً هلأ وصلنا على التاش ماناجار شو يعني تاش ماناجار يعني المهام اللي أنا ممكن أني أنا أعملها بالبيت يعني أنا مثلاً لنقول أنا بكنوس أنا بطبخ أنا ب هلأ محمد مرتاح من هالقصص كلها يمكن بس عنده يصور تيرلي بوبال أظن يعني طيب هون يعني أنتو كيف تحفظون الفارلا فالسال يعني الجاة لنجلة غاس للمواعي الأواني فارلا كويزين قيام بالمطبخ يعني الطبخ فارللي ترتيب الفراش فارل فيتر يعني عم تنظف الأزاز فارلا بوسيار إزالة الغبرة يعني الأطربة بس الاسبيراتر بس نسمعوا كلمة اسبيراتر يعني هوفر أوكي رباسي لفيتمون لفيتمون الملابس رباسي يعني كوي بلاي للشامبر يعني كنس الغرفة كلمة بلاي نكنس أوكي لفي للسول يعني نمسح الأرض رانجي للشامبر هي قطعت معنا كتير كتير نوضب أو نرتب الغرفة ومتر للتاب يعني نجهز الطاولة أما إخراج القمامة فهي سورتيغ لبوبال كمان جماعة هول مش للحفوز هول منون للحفوز ولكن ليش أنا بقلكن مثلا نحفظوكم لو منهم جملتان عجبوكم لأيتون سهلين نحفظوهم ليش ممكن هني مثلا بكرة بالمقال يطلبوا منكم أنه تكتبوا مثلا أنتو شو عندكم تش من أجار بتعملوها بالبيت فلو أنتو من كنتو حافظين مثلا أنه أنا مثلا بعمل لنقول فالسيلا سپيراتور وفارلا بوسيا طب ما هتعرفوا تكتبوا شي فمتو علي شو بقصد محمد وش هذا يعني لازم نحرف هلأ أنا طبعا خلصنا وصلنا على هيدا الفيرب هول اتنين فيرب أنا فسرتهم هيدين كل مرة رح مكمل عملنا هيدا الاكتيفيتية يا شزا لا بس أمانوش أكيد أنت شزا بلا موقت لك لا عمل ما بقول نا طيب أه أبوليك أنا خلصنا بزر جن من الشرح يعني تقريبا باية حاجة بالطفال هوني تقريبا هوني لما بدي حكي عن الاكتيفيتية كوتيديان احفظوا جماعة اكتيفيتية كوتيديان يعني النشاطات اليومية اللي أنا بسوية هلأ أنا مش مضطرة أن يكون بعرف كل هول ولكن برجعوا بقلكم بالمقالات ممكن يطلبوا منكم كم شغلة فأنتوا شو عملوا حفظوا أول جملة مثلا اختاروا اختاروا منهم مثلا مثلا هاي أوكي مثلا هون هاي دي مثلا هاي خلاص بيكفي أربع جمال أو ثلاث جمال بيعبروا عن شو عن لازاكتيفيتية كوتيديان اللي أنتوا بتسووهن بيومكن يعني الاعادات أو الأنشطة اليومية اللي أنتوا بتسووها واضحة يا شباب بصبايا ولا لا تمام يوميوش تمام تمام وفا إذن حقولنا على السريع جمال جمال أساتهر دي متى يعني أنا بصحة الساعة سبعة الصباح جمال أساتهر دي متى جمال أساتهر دي متى أساتهر دي متى يعني أنا بفرشي سنان الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة جمال أساتهر دي متى باخد الباس أويتهر جمال أميد بتغدى الظهر جمال أساتهر برجع على البيت على الساعة خمستهر جمال أساتهر يعني باكل حلويات الساعة سبعة عشر بعمل دفور الساعة تمنتعش بتعش الساعة عشرين وجمكوش الساعة تنين وعشرين برجع بذكركم شباب وصبايا هون لما هنه بيحكوا ببلد يعني بفرنسا ما بيستخدموا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة عشر من بالليل لأ بيستخدموا من بعد الساعة اتناعش بيصير عندهم تلتعاش اربعتاش خمستعاش ستعاش إلى آخر تمام طيب طلنا هون على الانتلوجاسون اللي هنه كسكو يعني ماذا كون يعني متى أكلار يلا على السريع رح نجرب نعملهم كل واحد فيكم رح يعمل ثلاثة بس كتير بسرعة أنا رح أقرأ الجملة وأنتوا رح تحلوك فاتن السلام عليكم يا فاتن كيفك يلا يا شازا ابدأي أهلا يا حبيبتي شازا ابدأي تيفي على ميزون يلا شو بتختاري لا تخدري يلا لبعدها شازا بيص تشوازي بي بي ولا دي بي بي اي عزرا لازم نجيب سماعات بدونا سماعات يا جماعة لا لا على فكرة هو مش سماعات انه لا لا سماعات تبعية التطرشان يلا يا شازا بوفو لفيل هوي كاد هات غدا برافو يلا يا محمد يلا يا محمد تفضل 4 إبوش تيتلز إبوش تيتلز إبوش تيتلز إبوش تيتلز إبوش تيتلز كتير محلش محلش فر إن شاء الله يلا عادي عادي بو لترسي برافو يا محمد يشاطور إبوش يعني الليفي الليفة لستحمام أو حتى الليفة الجري يلا يا محمد vous finissez vos devoir غوفي نيسي vos devoir لتر بي أوكي تمام وإخر واحدة يا محمد ترانج دان تالشامر يعني يعني بتوضب أو بتحط جوة غرفتك لتر اي أكيد شو عالي عم تخبيه جوة غرفتك تمام يلا يا فاتن ترانج لا لا رو رو ما عملت شي غلط أنا أوكي آآ فاتن تمار بريبار لديني مامتك بتحضر العشاء شو رح تقولي آآ دينيس لا مش ديقة شوفي كال يعني أيا هل فيني يقول أيا أمك بتحضر العشاء هل إلى معنى يعني كال وكال ما فيني يحطهم لأنه ما فيني يقول أيا أمك بتحضر العشاء طيب فضل عندي كي يعني مين وكاي يعني متى أيا الأصبط برأيك سي متى صح فاتن هاودي لازم تحفظيون يا فاتن ضروري ضروري يا حبيبتي لأنه والله فيه اجزرسيس كامل بالاختبارات يعني مش اجزرسيس يعني ولكن كم جملة بتجي بس عن أنك بيحطولك كلمات أسئلة وبيقولولك حلي وحرام يعني هولي أنه أنا يعني شوفي الواحد لما بيضيع علامته على شي مثلا منه فهمان وما بيزعل على شي مثلا أول مرة بيشوفه ما بيزعل ولكن على شغلات يعني كثير كثير مرات اشتغلناها وانسيناها لا حرام كنتي علي يا فاتن أنا كرمالك والله ما جايني شي وأنا بفضل إذا بتراجعي هلأ وقت الاختبار للاختبار نفسه بتكوني هيأتي حالك الاختبارات الأخيرة مع اختبارات هلأ اللي جاية بعد بكرة أوكي طيب فإذا هلأ فواء بو بوبرسي لدن بار جور يلا أية واحدة يا فاتن هوني متى كيفا مازا كام مرة مالش يومس ممكن بس أنا مش فاهمة مش فاهمة الجوم لأ لكن انتي بس تشوفي كلمة تفواة فاتن ما بقى تفكر اشتبي هاي الجملة كله ما تفهميها ما تفهميها هالك ليه لأنه كلمة تفواة بتعني مرة فطبعا أي واحدة بدي حط بدي حط كم مرة ايوان فبس تشوفي كلمة تفواة خلاص شط بكل شي واخدي تبعي تفوم بي اوكي طيب هون في أبريليكول وفي أبريليكول نفعل بعض المدرسة شو دع تختاري سي شوفي سي يعني هل هل فيني يقول هل نحن نفعل بعض انا كلمة اصدع للتحتها سويا من اه ولكن تبقى بي براو بي يلا رحكمل انا هولو بسرعة كمبيان دولي لأنه عم بحكي عن عدد السرائر كسك تفى كم تشمينجار يعني شمازة تفعل كمهام منزلية كالة رحكمل انا كالة رحكمل يعني بأي ساعة ترى بسرعة ترى بسرعة ترى بسرعة ترى بسرعة ترى بسرعة متى وكسك تفى لمتى طبعا هلقا هون مشي عادي لكون كم غرفة كم بياس غرفة ليا دان لاميزون فاليا ست بياس سبع حجر ثلاث غرف غرف نوم يعني وسالو وسالة أكل ومطبخ وسالة استحمام شو بتعمل الصبح بسحب ع ساعة سبعة بس تحمى وباخد دوجبة الفطور شو بتعمل الصبح بعمل هوفر وشو بت شلي ما بتعملي بالبيت ما بحب أو ما بعمل طبعا هون المواقف جماعة مش رح اشرحها هلا لانه قرادة هي رح تكون معنا بالمواقف اللي عنا ولكن هون كالعادي هنقرأ هيدول ونفهمون لأنهن يمكن يجوا كأسئلة عنا ويمكن ما يجوا بيقولولكن تا ميزون اي جران إليا كون بياس دا ميزون يعني عم يسألوكن كم غرفة عندكن بالبيت فبتقولوا دام ما ميزون إليا عدد الغرف وي يعني كيف بتكون غرفتك يعني بدك تشرحي أو توصفي غرفتك فبتقولي ما الشامبر يعني غرفتي كبيرة وكتير مرتبة فا لفندردي هو الوكئند نهار الجمعة هو الوكئند ايا ساعة بتصحى في ايا ساعة وكيف بتساعد مامتك في البيت فبقول اني انا بصحى الساعة سبعة طبعا هيدا ما بصير بس منقولها وبر ادي ماما جميلة طبعا ساعد الماما بحط الطاولة او برتب الطاولة شوفوا معي ليش وقتا من شوي انا قلتلكون انه على القليل لازم تكونوا حافظين جملتان من التاشمينجار جملتان من الاكتيفيت قوتيديان ولكن ما حكيتلكون عن البيت لانه ما نسيتوا يعني هاي دي البرت كنا نحن شرحينا هاي دي كل مرات لانه ممكن بالمقال يجي ثلاث عنوين رقم واحد رقم اثنين ورقم اثلاثة برقم واحد رح يقول لكم يعني وصف لي بيتك طيب كيف انا بقدر اوصف بيتي اول شي بقول اني انا بسكن في بيت كبير وببيتي في هالقات غرف وبقول شو هنه الغرف كذا كذا وكذا وبكفي فيني يوقف عندهم اوكي وفيني يكمل انه كمان في مطبخ وفي غرفة استحمال يعني انا بسكن ببيت كبير بقلبي بيتي في ثلاث غرف ثلاث غرف نوم وغرفة طعام وسالون صغير وفي كمان كوزين ودو سال دبن هيك وصفت بيتي بس شرحت كم غرفة عندي كم غرفة نوم وكم سالون وكم صالة طعام وكم غرفة استحمام اوكي 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 الهيدا سهل برجع و بقلكم جباب وصبايا ياللي بفيكن ما عنده المقدرة انه هو يخترع جمل نصيحة مني علق اللي اللي حفظو لكم جملتين من كل واحد بس جملتين بيتكفي بس بصير على القليلة بتاخدوا علامة على امسوا الله انا ساعات مو بقرة وعايز نشرح يا قصنبر اكتب جملتين محمد وشو وجملتين كياء ورساب الورق وقعي ما هو محمد الفكرة حبيبي بس مش انتاخد علامة بس عارفت يعني انا ليش عامقلكم انا فضلكم على القليلة جملتين لانه بيجي تاخدو لكم علامة منيحة بس كنلون جملتين يا زلمي ما فيك تقول انا بساعد هو انا ممكن اكتب جملتين حلوية بس مش عارفت على نفس السؤال لا انتبه انتبه مش على نفس السؤال لك بتطلع خارج الموضوع مش بيتبه في الموضوع اصلا حبيب الله هلا انا بنصحكو النصيحة هيك انتو المفروض تحفظوا الجملتين احفظ انو انا بوضب سريري وانا مسلا انا ما حتعمل انت اسبيراتر ولا حتجلي الجلي مسلا جو في سورتير لبوبال يعني ممكن يكون عاير بار ويجري الجلي المشكلة معقولة والله انا نوع ما بعرف ممكن ممكن يكون عاير بار هول العيال البر انا بشوف منهم كتير فلهيك ممكن استغرب عرفتي ولنا والله شفتي اه انا عندي عندي ثلاث اخوة شباب اوكي وعندي انا بار ثلاث اخوة شباب انا بار لا لا عم تقول باركي انت بار عم تقول باركي لا انا عاق يليك تفضلي ضغري انا عارف نفسي انا ليكي عم قلق انا عنا ثلاث اخوة اولاد شباب بالبيت وابني يعني هنه اربع اولاد شباب تمام اذا شي مرة بتشوفي واحد شال كنستو هنه بيشلح يعني بيشلح كنستو اول ما بفوت على البيت على بالسالون وبيشلحها عرفتي شوزو مثلا ما بعرف وين بيشلح فيه مطرح للشوزات يعني اذا بتشوفي واحد منهم بتفكري قامت لقيامة او في شي منه صباح عم بيصير ما بتصير لان فاكر مالهيك لتليك انا ما بشوف هيدا المودال نادر نادر والله انا عمدي انا عمدي اخوالي وابني خلتي معزي بينا عي والله ياريت ياريت عنا منهم هدول بس يلا انسي ما علينا واني منقول اني انا بصحى الصباح وبتروى وبروح بعض الدور وبعمل دفورات خلصت عفكرة هني اشي بتعرفوها منها اشي جديدة منها اشي غريبة يمكن بس تلتاش من اجر اني الغريبين اختاروا أسهل شي انتو شو تجملت اللي بتلقون سهلين اختاروه انا حاش بقى كتير حكيت بالموضوع انا اوكي شازا ركزي ماي شوي هلأ ساعة 4 و 24 عملنا ده حلو لوين وصلنا يا شازا الله يبيرك فيك كتر كتر هيدا اللي كمان عملنا اه اه المفروض ده بقى المواقف او لأ عملنا مواقف كمان عن فاكرة حلو وهيدا قولي بقى إذا عملنا مين للأسف للأسف لسه إسه بنزل اه نزيل نزيل ده خلصنا ما شاء الله ما شاء الله عن جاتي الحمد لله وعملنا اعتقد مواقف مواقف اعتقد انا مش فاكرة بزبطة إذا لنا عمله ده ما إذا لنا مش فاكرة بزبطة والله ولا أنا فاكرة يا محمد فاكر إنه إذا عملنا المواقف ولا لا فاتن وأنا أصد الرادي أنا قلت لكم أنا ألزهايمر شبكن يا شباب شبكن أمي ألزهايمر ما فيكن تعتمدوا علي بشي خلص نحلو وعادية طب يلا وسننحلو بسرعة كتير تمام لأنه بدي بفوت بالدرس الجديد اليوم ضغري أو على قليل إذا ما فت بالدرس الجديد بدي يكون خلصت هيدا ماشي مش هين بكرة بدي يكون بدي يبلش بالدرس الجديد بكرة يعني ما حابلش اليوم لخلص هيدو طب يلا رح نبدأ شازات أنت تأمير على ميزو ما فيكن تعتمدوا ما فيكن تعتمدوا ايه صح وشو كمان وليتر ايه مظبط يلا يا فاتل رأيه ببيتك كسك تدي معاش انت بتسألي صديقك عن رأيه في بيتك هو شو بيقلك عفوا انت شو بتقولي انت بتسألي رأيه انت شو بتقولي سعيني 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 سي و بي بي برافو عليك و سي لا لا دي مظبوط اوكي كسك تقولي شو بيقلك بيول اوكي شو بيقلك شو بيقلك شو بيقلك اوكي اوكي شو بيقلك شو بيقلك شو بيقلك اوكي الوحيد انا جيت يا جماعة كتن بتحكو علي يسمعتكم يلا يا شاذا تنامي تدماند لتشبنا جار كتنم با لما بتحبون شو بتقولي تمام سانية برافو شازا محمد تمام ماما بتحضر لعشا كس كل اوكي ماما بتحضر لعشا شو بتقلك يا محمد ماما تحضر لعشا تقول لي انا كل لتر ايه صاح تعو ساعدني بالعشا شو كمان و لتر اي برافو شازا تدوماندا تناميدو تكرير سا ميزون انتي بتطلبي من صاحبك انه يوصف لك بيته فشو راح تقولي تمام ساو او مين هادي شازا انا قلت فاتن ولا هل شازا طيب اوكي سوري يلا يا فاتن تدكري اتون كوبان فرانسي تا ميزون انتي بتوصف لصديقك الفرانسي بيتك يا فاتن فشو راح تقولي له راح تي فين يا فاتن احضر جزيكي ام ساوين يلا احضر جزيكي ام ساوين احضر جزيكي ام ساوين باكي فين انتي بتوصفي البيت فاتن انتي بتوصفين اي ما بتقولي معناتها انه هو موجود حد اي بسرعي بدي عارف شو فيه بقلب برافو وشو بوه ووه ووه صح تسر فأفر لعمل قطع بادا تجلي شبه تقول جي بزوان دين اپنج بدي لفه و جي بي على قزين الراحة المطوخ لسالون ني بابرعو سالمشن ديفه شبه تقول جي بني اجا رجع اجا راحو اجا جي بني تواني لسالون يعني بدينا بدي فلبيت ويجو في فاس الاسپيراتور بدي اعمل هوفر تونامي تو دماند لتاشميناجير بريفيري بي سألك عن المهام المنزلية اللي انت بتحبها او مفضلة بالنسبة لألك فانا وافي ولا واحدة بحبها فأو شو رح يقلك هيقلك جام رباسي لتاشميناجير لا وشو كمان وكسك تفى على ميزون اوكي تسألك تسألك من امي سكيل فاتفر حسب الゃوما مونة يتكلم وشو في فارشي أسناني تسألك صحسب تسألك ديونية انت تتكلم عن نشاطاتها الجميع في المنزل كستهلك نزألك أنا سألأس لفاتم أولا أنا قول تمام طبعا لهوني بياخة جدا جدا فلهيك حتعطوني جوابكن بصرعة صاروخ مثل الصواريخ الإيرانية اللي دلت عشرين سنة لوصلت على إسرائيل فضل يا محمد قال شو رح تختار يا محمد أنا قلت جاول يا محمد جاول لسه صاروخ لتر بي لو كماشي هيدي مسرحية لو كانت مسرحية بعنوان إيران وإسرائيل برافو محمد محمد شو خصل بي يا محمد شو خصل بي قال من دون أس يا حبيبي لا لا ثوري شفتها ألف كس لتر ايه تمام يلا يا فاتن جو رح تختاري يعني أنا المفروض شو الفعل اللي بيناحطه دايماً مع لا فيسل يا فاتن شو هو برافو فاتن برافو فاتن دايماً في شازا مامار لسالون شاك ماتن بدي اختار باعل يتناسب مع ماماري اللي هي أل شو رح تحطي يا شازا ها حط ايه ها حط بي برافو شازا تري بيان بنكمل هون طبعاً حختار نتوى بو رح اختار هلا كلن أزاد مع دا واحدة فبدي شوف بو متي افك كو لا بو فات افك كو لا بو بلاي افك كو طبعاً بو بلاي افك كو يعني انت بتكنس بشو طيب ماسار پاس لأسپيراتار جو ماشامب جو بالي ماشامب يعني انا بب نضاف غور فتي طيب شازا ميزا انا بحكي مع الاولاد فبقلهم ماتنمو ماخرين افك كو فأيه واحدة رح اختار بحكي مع الاولاد فتبقى لاتغ سي برافو عليك نو كوشي برافو رجع لصلاحظتوا مع انه امر ولكن الضمير رجع لقبل لي لانه في نو هي المفروض كنت تكون هايدي بس نحنا مخترنا هاي عشان في نيجاسيون عشان في نو ويبا اخترناهم مقلوبين محمد مي جران بارانتو يلا الفعل اللي بيتناسب مع مي جران باران يا محمد الفعل اللي بيتناسب مع مي جران باران ايوا دي يا محمد يا حبيبي سي محمد ازا بشوفك حاططة يوم من الايام مع ايه الافكاس بدك تيكل اطلع صبيعك الكاتبتا اوكي حبيبي لانه هايدي مع ايه الافكاس ليه مع الجدود المفروض احترمه حبيبي ما هو الاحترام لشخص واحد اصلا ما بيستخدمه لكتار اصلا يعني انا مثلا شفت هيك مدام هيك حلوة وطيوبة ما بيلا تعيي لعندي بيلا تفضلي حضرتك لعندي مثلا اوكي 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 فمحمد حبيبي بس تتشوف بس تتشوف جماعة دايما حط هايدي الازقات ما تحطها الا بحالة واحدة لما بيكون في شخص واحد انا بحترمه او لو كانت طيب اكلار تحت تختاري شو مع تيو من اللي راح تختار من فين فاتن فاتن يا فاتن اين انت يا حبيبتي زهبتي نمتي ما حد جديك يلا تمام يلا شو راح نختار يا فاتن بي براف شو اوكي بعدين اكيد في جو فبختار ما بي لو كانت وو لفيتو عمر اي جان هول اتنين ولاد فرح اختار اي انتين عشان انو جمع يا محمد اون سبروس لانو الان كأنه من پير ححط سلاف لانو واحد ال راح حط سدوش ال ححط سدغيز وزالي وزابيي سوفي بنت راح حط في دو شو بينج كال ويتمان تُو با رأسسي لش اختار تايد عشان انو انا في عندي ورخانجي بل اوال توت لفامي دي جان امي دي بيت تغدا على الدوهور لشامب سو بيان رانجي بيكو نو كتير موات دابين ما فين اختار شيطاني ما نووال كبين habیت دان ازنو دان ازنو بيبات كي بير جدان او ستروف تشامب اي نتو جد غور فتاك ستشامب دان سور لجردان بطل على الحديقة تُو تلاف اكلار احمد قريب او لسي او ويتر ادمي اي لئي ان رتار هو متأخر او تُو مي دي بيتمان مونا نو مانتر ليش عشان انو هو دامير مفعول يعني منوارا لازم يجي انا لازم السجي اختارو الاول اللي موجود بالاول ركزو حمد فاتن وشازا لما بيكون في عندكن اسمو ورا دامير بشوف انا مين اللي بيفعل الفعل هل هو مونا ولا هل هي نو لا هي مونا عشان مونا بتفرجينا نحنا اكي نبقى حيرجع لالفاعل الاول جم ملووهي نو زاشتون لا نو عفوان عبيتون بنسكون مش نحنا منشتري داخل عمارة سارة سارة ا دي سال دبع عندها حمامين وانا لاذ لاذ لدواء يعني طالب يرفع اسبعو ليجاويب على السؤال كلمة اپارتمان مو ذكر مفرد فارح اختار لو ست عشان بادا بيواول سي مو لي جلو فى ما شامبر دون سور لامر سو سون دي كوووهر وار وار اتاجار كلمة الاتاجار هي المو أنت ما تنسو وار اخدي او واس يعني مو أنت وجامع فا بدي ابروم على كلمة كون هي مو أنت وجامع جم توت لشتاش مناجار جابت دانزان نووال امام ليج اختارت نووال ما اختارت نوو لأنو في ال تحط مع الكلم اللي بتبدأ بفاول هايدي ما بتنفع والبقين لا عشان هني أصلا مو أنت مامار مو پريپار لساندوش جو تبار دمون اكتفيته اناكتفيته قوتيديا توماس مو ترشا سالشامبر امكسيم 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 يعني من خلال او بي الويبكام مو مو پير سپريپار يعني بيتجاهز ليروح شغلو بابا بيتجاهز ليروح شغلو امكسيم إسم أمكسيم كوتيديا مو پير سنجانا على امكسيم نجانا كلما ب Coronavirus مقسيم وا entre thomas امكسيم ورحال امكسيم لك امكسيم امكسيم لك لو دعو عشان امكسيم لما بيكون عندي جمع والكلمة مذكر فبختارته لو الكلمة مؤنف هون كنت اخترت هاي بس هي طبعا مش مؤنس أما التام نقول لأنه أنا عم بحكي معك أنت عم قللك روح وغسل إيديك وكي تعتقد أنه لحالة عشان في عندي ما ما فيني يقول دو لا ما لسالون إي بيان رانجي رح اختار رانجي هايدي لأنه أنا بتكلم عن لسالون ديكري نو نو ديكري نو ديكري نو فإذن تا جورني سكولار ليش عشان جورني سكولار جورني مؤنف فأنا بحكي معك بقللك وصف لي يومك يومك ولكن كلمة جورني مؤنس سيف رح اختار تا جو مالوفيتو وخلصنا هايضا شو فعرف قصة فيه كتير هلأ بدي يفصل الزوم دقيقة وبدو يفصل طريبا نحنا خلصنا طيب شازة بدي تسجليلي عندي عندك على ورقة بليز إنه هيدا ما سوينا أوكي هيدا 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 منلاحق بعد نعمل هيدا الإكزرسيز يلا على السريع شازة كمسي اشترك في الرياضي اشتركوا في القناة